موسيقى نقدم لكم نشرة أحوال التقسي من قناة نوميديا أهلا بكم إذن الأجواء دائما صافية مستقرة على المناطق الشمالية حرة نسبيا بالمدن الداخلية سحب كثيفة من النوع العليا ستكون بدون فعالية وهذا المدن الداخلية كذلك ببعض السواحل الغربية نفس الوضعية الجوية تشهدها المدن الجنوبية سحب كثيفة ستكون بدون فعالية أيضا على شمال الصحراء على وسط الصحراء أقصى الجنوب الغربي مرتفعة الهجار وتصل إلى أقصى الجنوب الجزائر درجات الحرارة المستجلة ليوم الأربعة بإذن الله خلال الصباحة درجات الحرارة منخفضة عن الأيام الماضية مقارنة من الأيام الماضية خاصة بالسواحل حيث تصل إلى 30 درجة بجزائر العاصمة 31 درجة بعنبا 30 على وهران ومسخان 36 درجة على منطقة نعامة على سيدي بلعبات صلى ماسكرة أيضا 45 درجة بأدران نسجي 46 بوسط الصحراء العنص صلى حسابة 37 درجة بمنطقة تمنرس 46 درجة بمنطقة جانيت 41 على واتسوف على ورقلا أيضا 38 درجة ببات نسجي 42 على بشار 45 على تندوف 44 درجة بأقصى الجنوب الزائري حالة التقس خلال مساء الأربعة بإذن الله أجواء دائما تبقى صافية مستقرة كثيفة نوعا ما سحب إذن أو غائمة نوعا ما سحب كثيفة ستكون هنا نوع العالي وبدون فعالية على معظم المدن الشمالية إذن نفس الوضعية الجوية ستعرفها المناطق الجنوبية درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال ليلة الأربعة ستصل إلى 20 درجة تقريبا لكل مناطق الشمالية الوسطى 11 باستطيفة برج بوريج 11 باستطيفة بساوحلة الشرقية 12 بمنطقة وهران على مصد غانم أيضا إلى غاية بنصف 22 درجة بنعامة على تلمسان 29 على بشار 26 درجة بيتندوف 23 على أدرانسجي 28 درجة من منطقة تمسط 21 درجة بجانت 26 بمنطقة إليزي 32 بيعين صالح 28 على ورق لاوتسوف وأقصى الجنوب الجزيرة إلى منطقة بورج بجيمختار وعنقزة حالة البحر إذن سيكون البحر هذا الصافي مستقر على طول الشريط الساحلي إذن سباحة مسموحة على كل تقريبا شواطئ الجزائر إذن حركة الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية صرعتها لأنت تتعدى 30 كم في الساعة على طول الشريط الساحلي نختم من الشركة العدابية الورقة الفلكية التي توضح لنا شروق وقت شروق وغروب الشمس بها لزائر العاصمة وطواحيا شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة لكم على المتابعة لكم على المتابعة